كما يتعلق بجبهة اليمن في معركة الفتح الموغود والجهاد المقدس فالعمليات مستمرة في إطار المرحلة الرابعة وستكون بإذن الله تعالى إلى تصاعد مستمر كما وكيثا في هذا الأسبوع العمليات بلغت العمليات في هذا الأسبوع بعون الله تعالى 12 عملية في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي وباتجاه البحر الأبيض المتوسط نفذت ب27 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة منها عشر عمليات استهدفت عشر سفن مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني والسفن تابعة للشركات كسرت قرار حضر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وهناك أيضا منها عملية إسقاط طائرة استطلاع مسلح أمريكي نوع إم كيو تسعة في أجواء محافظة معرب ليصبح جمالية عدد السفن المستهدفة من بداية عمليات الإسناد إلى مئة وتسعة وعشرين سفينة وهذا عدد كبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر